ما بين تكثيف الضغوطات على إيران الكشف عن كل أنشطتها النووية والسعي للتوصل معها لاتفاق نووي عادل قدمت أمريكا وحلفاؤها الأوروبيون لأول مرة منذ استئناف مفاوضات فيينا مشروع قرار ضد إيران يحتم عليها التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خاصة على خلفية امتناع طهران الإجابة على أسئلة الوكالة بشأن أثار اليورانيوم التي عثر عليها في ثلاثة مواقع لم يكن معلنا عنها الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفايل جروسي عبر صراحة بأن الوكالة ليست مستعدة لتقديم ضمانات لإيران إن هي لم تتعاون معها بل وأكد بأن امتلاك طهران القنبلة النووية هو مسألة وقت فقط إنهم يواصلون تحصيب اليورانيوم بطريقة مستدامة لا حد ما وقت قبل أن يصل إلى واحدة واكثر لا يمكن استبعد تطوير سلاح نووي في المقابل رفضت طهران تصريحات جروسي معتبرة تقريره غير حقيقية ويستند على معلومات استخبارية صادرة عن دول عدوة لإيران وبأن الوكالة لا تمتلك الإرادة للاقتناع بالأجوبة المقدمة إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تسرع في تقديم التقرير هذا التقرير لا يتسم بالدقة ولم يشمل جميع الإجراءات ويتجاهل الإحتياطات الدقيقة والفنية التي كانت إيران قد قدمتها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في غضون ذلك انضمت روسيا إلى الصين في معارضة القرار الذي سيدين إيران في اجتماع الوكالة فاتحان الباب أمام فصل جديد محتمل في عمر الملف النووي الإيراني ما قد يعني الوصول لنقطة لا عودة لاتفاق 2015؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر